اشتركوا في القناة وكتبت هذه المنابر الاعلامية في الوقت الذي اعلن فيه النظام العسكري الجزائري عن اغلاق الاجواء في وجه الطيران المدني والعسكرية المغربية فان ذات النظام رضخ للقانون الدولي لطيران ليسمح للطائرات الاسرائيلية لعبور اجوائها وبهذا فان طائرات الخطوط الجوية الاسرائيلية وكذا شركة اسرائيل اصبحت تعبر بكل حرية الاجواء الجزائرية باتجاه المغرب بينما يواصل ذات النظام اغلاق الاجواء في وجه طائرات المغربية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء